حياكم من جديد مشاهدينا وإلى أخبار ومنوعات اليوم نبدأها معاكم بأول خبر للسعوديون يتجولون على حواف مرتفعات جنوب المملكة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المواطنين يسيرون على حواف مرتفعات جنوب المملكة مبدين إعجابهم الشديد بالمشهد الرائع بين الجبال وعلق رواد تويتر على قدرة المواطنين على السير بأريحية شديدة على حواف مرتفعات فيفا في مشهد يحبس الأنفاس ترى أنا قاعدة أقول الخبر وما شفت الفيديو أبدا أني عندي فوبيا من المرتفعات فالمنظر فعلا فعلا يحبس الأنفاس إلى خبر ثاني صراحة هذا الخبر غريب شوي أطباء يستخرجون ثعبان ضخم تسلل إلى فم امرأة برضو ما حشوف أنت تفرجوا أزال الأطباء ثعبان يزيد طول عن متر من فم امرأة في داغستان الحادثة وقع في قرية ليفاشي حيث زحف ثعبان إلى فم امرأة ما حشوف خلال نومها تحت شجرة يعني هي نامت تحت الشجرة وهي نايمة فاتحة فمه محاسة بالموضوع ما قاعد يصير دخل الثعبان وتسلل داخل فمه وهو جوت فمه ما حست أبدا بالموضوع ودخل إلى داخل البطن طبعا أجرى الأطباء عملية جراحية للتخلص من هذا التعبان انتبهوا يا جماعة لحد ينام تحت شجرة ولحد ينام هو فاتح فمه أفد إلى خبر أخير وببغاء يقدم عرضا فنيا لأغنية بيونسي أمام زوار حديقة لينكلين شاير للحياة البرية في بريطانيا استطاع الببغاء الموهوب الذي دخل الحديقة منذ 18 شهرا تقليد نغمات لأشهر مطربي البوب حول العالم أتوقع أن أغنية المفضلة كانت لبيونسي ويتحول لمقصد سياحي في هذه المقاطعة البريطانية خلونا نشوف هذا الفيديو وارجع لكم كثرة من هذه الأخبار يا جماعة نضحك شوي بالثعابين اللي تدخل داخل الفم والأشياء المرعبة لما نشوف كذا الأشياء الكوميدي والذي الضحك نوسع على صدورنا شوي وما كانت هذه أخبارنا لليوم نتوانا تكونوا استمتعتوا معنا في هذه الأخبار ولكن